اشتركوا في القناة الخصائص دي متوفرة في شبكات التواصل الاجتماع بتقدر تفيني فانا عندي اول عنصر عندي اشكالية المصطلحات زي ما تعودنا كده هنفرق بين ال LMS والCMS والLCMS كل واحد فيهم ايه تفاصيلهم هنتكلم على اهمية نظم ادارة التعلم مميزات النظم ادارة التعلم انواع الانظمة مكونات النظام ايه او بتكونه ايه يعني انا لو انا في اللاجنة معينة هاختار النظام بتاعك خلينا نخش في اول جزئية عندي التلات مصطلحات بتوعنا السي ام اس والل ام اس والل سي ام اس خلاص هنخش على اول واحد السي ام اس ده اختصار لكونتينت مانيجمنت سيستم يعني ادارة محتوى الموقع بمعنى ايه خلينا نبسطها بسيطة جدا 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 اي موقع موجود عندي احنا بنتكلم دلوقتي في اي موقع جنرال اي موقع وليس موقع تعليم اي موقع حضرتك بتشوفو الموقع ده بيبقى معمول ببرمجة انتون ما خلاص مبني بنظام برمجة معين ولازم بيبقى لي حاجة اسمها الناس اللي المطورين او المبرمجين عاملين ادارة لي علشان انا اقدر مثلا الموقع ده اقدر اشتغل عليه اقدر اشتغل عليه ازاي عايز ارفع صور على الموقع ده فلازم يعمل لي ادارة معينة اقدر اعملها طبعا فيه انظمة ادارة محتوى للمواقع مفتوحة المصدر زي الورد برس والجملة هكليكم مثال خلينا نقفل كده ده موقع الشخصي تمام ده موقع الشخصي زي ما حضرتكو شايفين كده الموقع الشخصي فيه مثلا الاباوت عن نفسي مثلا موجود فيه البروفايل بتاعي التصميمات اللي انا اعملها موجودة فيه الكورسات اللي مقدمها كفيديوهات موجود الموقع كامل الموقع اللي قدام حضراتكو ده عشان نرفع المادة دي فمحتاج ايه محتاج السي ام الكونتنت مانجمنت سيستم ده يعني ادارة محتوى اقدر اخش عليها ادارة المحتوى دي اللي هي الكواليس اللي انت بترفع منها تظهر قدام اليوزر اللي بيشوف الموقع ادارة المحتوى دي انا بقدر اخش عليها هتديكم البس هي دي ادارة المحتوى اللي قدام حضراتكو انا حبيت بس ابسطها قدام حضراتكو بس انا برجع باك كده عشان كده بخش طبعا بلينك معين علشان اقدر اكتب Noblegressword بتاعي وابدأ اعمل Login وابدأ اخش فبضي ديني إلي مع كلام حضورك امام الصور صور وهكذا ده الموقع بتاعي اقدر اضيص صفحات و اقدر عدل علشان الموقع فده الكواليس اللي هي قدام حضراتكم اللي لسه متكلمين فيها اللي هي الـ CMS اللي هي الـ Content Management System فعلشان كده اي موقع انتو بتشوفوه ما بنتكلمش عن الموقع التعليمية لازم يبقى ليه ادارة محتوى محتوى الموقع اللي هي من صور و تيكست وغيره وغيره حضراتكم بقى CMS دي موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي حضرتك لما بتيكي تعمل صفحة لحضرتك بتعمل بروفايل على الفيسبوك مثلا على التويتر بتبقى ليك اللي انت ادت للصفحة ادت للصفحة دي اللي انت تقدر ترفع بوست تقدر تحط صورة تمسح صورة نفس الفكرة اللي هي الـ CMS بيبقى ليك ادارة محتوى البروفايل بتاعك البروفايل الخاص بيك على هذه الشبكة فالـ CMS ده اللي هو ادارة المحتوى بتاعك لأي موقع لأي صفحة وغيره وغيره فدي اول مصطلح عندي الـ Content Management System علشان هيتقرر تاني ادارة المحتوى بس في التعليم علشان كده ما نخش على المصطلح التاني اختلف LMS يعني ايه Learning Management System يعني ادارة العملية التعليمية خلينا نبسط الـ LMS ده بيعمل ايه الـ LMS ده نظام انا عامله علشان يدير العملية التعليمية كاملة بس بيبقى إلكتروني بمعنى ايه بمعنى كل اللي يحدث داخل المدرسة انا نقلته Online بس عايزة اديره اديره ازاي اديره بنظام اللي هو Learning Management System اللي هو الـ LMS بيبقى عندي نظام معين يدير تسجيل الطلبة يدير الغياب بتاع الطلبة يدير ادارة الفصول يدير التعامل في الخطبات وغيره يدير عملية التدريب يدير عملية التعليم وهكذا ممكن يبقى فيها Online ممكن يبقى فيها Online ممكن يبقى ممكن يبقى فيها Virtual Classroom ممكن يبقى فيها مقررات مرفوعة وفي تبادل بيننا وبين بعض وهكذا فديه الـ LMS اللي هي Learning Management System الناس هتسألني طب ليه انا ما عملتهاش Content Management System ادارة محطاقة عادي زي المواقع العادية علشان التعليم له خصوصية فعلشان كده تلقى نظام اللي هو Learning Management System هدير العملية التعليمية بقى انا بدير العملية التعليمية وليس موقع عادي مش موقع دعائي ولا موقع شركة ولا موقع شخص زي لا ده بدير مدرسة بدير جامعة كاملة عن طريق الـ LMS وأشهر حاجة في Learning Management System اللي هو الموديل والبلاكبورد وهنعرف انواعهم دلوقتي ايه اللي مفتوح ويه اللي ببلاش ويه اللي بفلوس فأشهرهم دول البلاكبورد والموديل فديه الـ LMS يبقى كده CMS Content Management System والـ LMS الـ LMS اللي هي Learning Management System فيها جزء تاني يخص المحتوى التعليمي اللي هي المقررات الدراسية المقررات الدراسية دي بقى ليها ادارة خاصة بيها اللي هي LCMS اللي هي Learning Content Management System بدير المقررات التعليمية او المحتوى التعليمي عشان كده حطيت مع الـ LMS الـ LMS رحت حاشر الـ C اللي هي Content Management System دي بتعمل ايه؟ انا بيبقى عندي مقرر دراسي او حقيبة تدريبية عايزة عامل لها ادارة عامل لها ادارة عايزة عامل لها تأليف إلكتروني يبقى فيها Interactive ومرفوع للطلبة عايزة عامل لها مستودع تتحط فيه وتتخزن فيه خلاص يبقى فيه عناصر Learning Object خاصة بالـ A فيها فمحتاج انا Learning Object او العنصر التعليمي ده استعمله مع الطلبة بروح ساحبه من المغزن بتاعي اللي على الـ LMS بس ده خاص بيه فانا كده بدير المقرر Online بديره بقى في التصميم في التأليف في التنظيم والأرشفة في رفع المادة وهكذا في وضع الأسئلة في الحاجات دي كلها بقى دردي فدون التلات مصطلحات اللي عندي الـ CMS والتلات مصطلحات دول فيهم خلاف كتير فالناس انا حبيت اوضحهم هنبدأ نخش في الجزء الجديد بتاعنا اللي هي أهمية النظم التعليمية وده نتكلم عليه بالتفاصيل ان شاء الله اشتركوا في القناة